الله الرحمن الرحيم الروابط ما بين الأحماض الأمينية والبروتينات تحدثنا عن وتناولنا الحديث أيضا عن تعريفاتها طبعا بالبداية حكينا أنه الأحماض الأمينية أساسها أمينز وهي طبعا أساس تكوين البروتينات في أجسامنا وحكينا عن أنه البروتينات الفائضة في أجسامنا والأحماض الأمينية تخرج على شكل يوريا بالإضافة إلى أنه حكينا في عنا أحماض أمينية أن الحمض الأميني بيتكون من مجموعتين مجموعة كاربوكسيل جروب ومجموعة أمينو جروب بالإضافة إلى وجود أر جروب اللي هي مجموعة أو سلسلة الكربونات وبالتالي هو بيكتسب بناء على هذه المجموعات صفة القاعدية لوجود الأمينو جروب وصفة الحمضية لوجود الكاربوكسيل جروب وأيضا هو مركب عضوي نتيجة وجود سلسلة الكربونات مجموعة الألكيل جروب إذن لدينا الحمض الأميني أو تكوينه درة كربون محاطة بأربع مجموعات المجموعة الأولى كاربوكسيل جروب المجموعة الثانية أمينو جروب المجموعة الثالثة الكيل جروب ودرة هاتش وحكينا أن أهم صفات الأحماض الأمينية أنه تختلف شحنتها حسب الوسط اللي بتوضع فيه حكينا إذا كان الوسط بصورة نقية فهي هذه الأحماض بتكون لا تحمل شحنة إذا كان الوسط أسيدك فبالتالي شحنتها بتكون موجبة كاتايون إذا كان الوسط نيوترال بيقاتش فبتكون شحنته موجبة وسالبة يعني بيحمل شحنة موجبة وبيحمل شحنة سالبة وساميناه زويتر آيون وإذا كان الوسط بيزيك فبالتالي بيحمل شحنة سالبة أنا يعني وحكينا أنه البروتينات في المعدة كمثال بتعمل كمحلول منظم فعند تناول أي طعام قاعدي مباشرة الجسم بيحاول أو هذه الأحماض الأمنية تفرز أو تحفز على إفراز وصار الحامضة لتعمل على تقليل تأثيرها أيضا تكلمنا عن تكوين الروابط البيبتي دية وحكينا تكوين الروابط البيبتي دية هي عن طريق ارتباط أكثر أو تو أمينو أسز أو أكثر مع بعضها البعض لتكوين تعصينا في النهاية بروتين أو بيبتايد سمينا هذه العملية كونزنسيشن يعني ربط أكثر من أمينو أسز وسميناها دي هيدريشن لأنه بتم عملية نزع لجزء ماء من الأحماض الأمنية عند ربطها وبتم تكوين البيبتايد بوند وحكينا عن تصنيف الأحماض الأمنية وإنه تم تصنيفها حسب أهميتها الغبائية إلى إسنشيال تمي إسنشيال ونون إسنشيال كمان حتكلمنا عن الهيدروليسز وحكينا أنه الهيدروليسز هي عملية بتم فيها تكسير البيبتايد بوند وإنتاج الطاقة تكسير البيبتايد بوند وإنتاج الطاقة بتم عملية تكسير البيبتايد بوند من خلال إضافة ماء وحكينا عن أشكال البروتينات وإنه كل بروتين له شكل محدد ووظيفة محددة وإنه شكل البروتين هو اللي بيحدد وظيفته وأي تغيير في شكل البروتين رح يأثر على وظيفة البروتين بعد هيك تناولنا الحديث عن أنه البروتين بيعمل عند درجة حرارة معينة وعند BH معينة أي تغيير فيهم بيعمل دينات يوريشن للبروتين وإنه ضربنا عليها زب تذكره مثال بروتينات البيض حكينا أنه نتيجة تغيير في درجة الحرارة أدى إلى تغيير البروتين فيها البروتين ميتابوليزم during digestion the proteins present in food are too large to pass directly through cell walls and membranes so they are broken down into the more simple amino acid units by enzyme hydrolysis هنا رح نحكي عن البروتين ميتابوليزم وفي البروتين ميتابوليزم معناته أنه بنا نحكي عن عمليات الأيضة اللي بتصير على البروتين من مجرد أنه إحنا بنتناولها في الطعام لحد ما أنه جسم نيكون البروتينات اللي لازمة وتخرج على شكل يوريا بذاتا هذه الخطوة الأولى اللي بتنفيها عملية الديجيشن الهضم هنا الهضم إحنا بنتناول البروتينات من الطعام بالتالي بتم تكسيرها مجرد ما تدخل إلى أجسامنا بتصير عملية الهضم لإلها وبالتالي تم تكسيرها حكينا التكسير هي عملية هايدروليسيز تكسير الروابط اللي بتدير موجودة في هذه البروتينات تتكسر لأحمض أمينية كيف تتصير عملية الهايدروليسيز بوجود الإنزيمات الهاضمة الموجودة طبعا في المعدة ووجود حمض الهيدروكلوريك أسد الـ HCL هذه كلها بتحفز الإنزيمات على إنها تكسر البروتينات الموجودة اللي تناولناها من الطعام These small amino acids are absorbed by the villi of the intestines and taken into the blood and delivered الفيلاي الموجودة في الأمعاء بتروح بتاخد هادي طبعا في الـ small intestine بتروح بتاخد الأمينو أسد اللي حصلنا عليها من تكسير البروتينات وبتروح تنجلها للبلد بتنجلها للبلد بعد هيك بتروح تنتقل للكبد الكبد يعتبر مصنع طبعا هذا العضو بتم فيها عملية تصنيع الأمينو أسد الأحماض الأمينية اللي جسمنا بيحتاجها إذن ليش بتروحها على الكبد إحنا حكينا أنه بتم انتصاصها في الأمعاء في الأمعاء الدقيقة في الـ small intestine في الفيلاي بعد هيك بتم تنتقل للبلد البلد بيعمل عملية نقل من الأمين من الـ intestine للليبر بتروح في الليبر هاليجاة إحنا الأحماض الأمينية هادي قد يكون جسمنا مش بحاجتها فبروح الكبد بيصنع بيعتبر مصنع الليبر فبروح بيصنع أحماض أمينية لازمة لجسمنا عملية تصنيع حمض أميني من حمض أميني آخر بنسميها trans amination سميها trans amination إذن بتصير عملية trans amination في الكبد بعد هيك الـ amino acids are not stored for future use by but are used very soon after the reproduction to make cell material details and protein بعد هيك طبعا بتتوزع هاد الـ amino acids لأنحاء الجسم وهاد الـ amino acids طبعا ما بتتخزن not stored متتخزنش في الأجسام وإنما جسمنا بياخد الـ amino acids للحاجة اللي بتلزمه وبيصنع منها المواد أو البروتينات الخلايا والبيبتايد في البروتينز في السل طبعا الأحماض الأمينية بيتم تصنيع منها زي ما حكينا البروتينات هرمونات انزيمات أي شيء ما بيتم تخزينها نهائيا راح نحكي عن الفائد منها كيف بيتم تخلص منه The synthetic process is stimulated by growth hormones and also insulin حملية الميتابوليزم للبروتينات والأحماض الأمينية يعني عملية تكوين أحماض أمينية وبروتينات حملية من التناول البروتينات بتتكسر الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية هادي قلنا بتتصنع الأحماض الأمينية أخرى عشان تصنع البروتينات اللي لازم أنا عشانها جيت عملية الميتابوليزم اللي بتتم فيه على البروتينات هادي سوى التصنيع أو دكتير بتم تحفيزها بناء على جروث هرمون والإنسولين ليش جروث هرمون لأنه البروتينات بتستعمل جسمنا بستفيد منها في بناء أجسام يعني احنا بنعتبر البروتينات مغضيات بناء يعني بتدخل في نمو الأجسام عشان هيك لجروث هرمونز لأنه جروث هرمونز هو هرمون النمو وجود لجروث هرمونز بيحفظ عملية بناء الأجسام وبالتالي البروتينات هادي بتلزم في بناء الأجسام لكن الإنسولين الإنسولين إلو دور في عملية صناعة البروتين وتخزين الفائد من الأمينو أسد على شكل دهون إذن الفائد من الأمينو أسد بتم تحويله إلى دهون بتتخزن في الأديبوستيشو أو بتحول لجولوكوز وبيتخزن في أجسامنا إلى حين الحاجة إلها أو الحاجة إلو يعني بتحول لجولوكوز في حالة إنه احتاج الجسم لإلو والإنسولين هو اللي بيحفظ هذه العملية إذن عندنا الجروث هرمون ليش إلو دور في تحفيز عملية الميتابوليزم اللي بتصير على البروتينات لأنه الجروث هرمون حكينا هرمون النمو والبروتينات بتدخل في نمو وبناء الأجسام الإنسولين الإنسولين بيعمل على بيدخل في صناعة البروتين وبيحفظ عملية تحويل الفائض من البروتينات من الأمين وأسز إلى دهون تتخزن في الأديبوستيشو إذن مش الأمين وأسز اللي بتتخزن إنما يتم تحويلها إلى دهون وبتتخزن إلى الأديبوستيشو وعندنا أيضا ممكن تتحول لجولوكوز في حالة إذا جسمنا احتاج للجولوكوز في هذه الفترة يعني عنا كل بروتين إلو وظيفة محددة عدد من البروتينات المختلفة ممكن يكون لها وظائف مختلفة يعني في عنا بروتينات زي الإنزيمات تعمل ككتاليست للتفاعلات الكيميائية الموجودة في الخلايا وثوائل الجسم كمان ممكن هاد البروتينات مش بس عقد الإنزيمات ممكن يكون في عندي الكولاجين الكولاجين كبروتين والإلستين لهم دور في عمليات انقباض وانبساط العضلات هذا اللي حكينا عنها انه الفائد من البروتينات طبعا احنا حكينا ان البروتينات ما بتتخزنش يعني الفائد منها ايش بصير فيه بروح بتجهن اما بيتحول لكربوهايدرات في عملية بنسميها الجلايكوجينيسيز او بيتحول لدهون في عملية اسمها اللايبوجينيسيز الجلايكوجينيسيز هي عملية تصنيع الكربوهايدرات السكر الجلوكوز بينما اللايبوجينيسيز هي عملية تصنيع الدهون إذن هنا بدنا نحكي إنه البروتينات لا تخزن في الجسم فائد منها بيتحول وبحكي إنا They are not normally exerted from a healthy person يعني بشكل طبيعي إنه الشخص السليم ما بيتخرجش البروتينات منه إنما بيتم تحويلها إلى سكر بعملية الجليكوجينيسيز أو إلى دهون بعملية اللايبوجينيسي amino acids that are not needed are usually converted into urea before being exerted in the urine بعض الأمانو أسد أو الأمانو أسد اللي بتزيد ما فيش إلها لازمة مش لازمة بتصنيه بروتينات ما فيش إلها أي حاجة بتتحول ليوريا وهادي بعد هيك بتخرج على هيئة يوريا في اليورين There are approximately 20 amino acids in use in our body يعني 20 amino acids في أجسامنا بيتم استخدامها 10 من هادي الأمانو أسد السنشيال أساسي وحكينا عنه سابقا and these must be taken from food as our bodies are not able to synthesize them حكينا أن الأمانو أسد منهم 20 10 منهم استنشيال هدول ضروري أن الجسم ياخدهم طبعا بتكون موجودة في الأكل وجسمنا ما بيقدار يصنعها 10 منهم non-essential هو مهم لكن جسمنا بيقدار يصنعهم حكينا من أحماض أمينية أخرى ومن بروتينات أخرى These amino acids are synthesized by the cells of the body by bruises called trans amination حكينا قبل شويان أن الأمانو أسد اللي بيتم تصنيعها في الجسم اللي هي non-essential هاد الأمانو أسد تتصنع من بروتينات سابقة من تكسيرها من الأمانو أسد ثانية بعملية بنسميها trans amination For example, the body uses the amino group from unwanted proteins to make the ones it needs يعني هانا بيحكي لنا أن الجسم بيستخدم الأمانو جروب الموجودة من البروتينات اللي مش لازمة وبيصنع منها الروتينات أو أمانو أسد لازمة نيوكلك أسدز DNA and RNA حكينا أنه تصنيع عملية تصنيع البروتينات وتتم بناء على شفرة هادي الشفرة موجودة على الـ DNA كنت نعتبر DNA عبارة عن الشفرة الوراثية التي نحتاجها لبناء البروتينات في أجسامنا DNA أو RNA هما عبارة عن نيوكلك أسد أحماض نووية موجودة في نواة الخلايا are large bulimars containing three main types of units joined together اليوكلك أسدز تعتبر bulimars بتحتوي على three main types of units ثلاثة مكونات رئيسية هاد المكونات nitrogen containing basis قواعد نيتروجينية sugar components سكر phosphoric acid مجموعة الفوسفات they cure in all living things and are essential in making proteins and in determining hereditary characteristics هادي طبعا الكائنات الحية وجود وجود هادي الأشياء اليوكلك أسد مهمة في الكائنات الحية وهي أساسية في تقوين البروتينات and in determining hereditary characteristics وهي اللي إلها الدور الكبير في تكوين الخصائص الوراثية في تكوين الصفات الوراثية أي خلل فيها بيسبب عنا طفرات وراسية وحكينا أنها يبارا عن الشفرة الوراثية genetic code بتحتوي عليها اللي بتعمل على تحديد الخصائص الكيميائية وإلها دور في خصائص خصائص سلسلة الأمين وأساس في تصنيع البروتينات حكينا أنه إما DNA أو RNA DNA اختصار DNA اختصار لديوكسي نيوكليك أسد RNA رايبو نيوكليك أسد طبعا بناءا ديوكسي رايبوز أو رايبو هي بناءا على السكر اللي بدخل في تصنيعها إحنا حكينا أنه الديوكليك أسد سوى DNA أو RNA بتحتوي على سكر مجموعة فوسفات وقواعد نيتروجينية السكر المستخدم فيهم هو سكر خماسي ولكن في الديوكسي رايبوز رايبوز يعني سكر خماسي هذا سكر خماسي ديوكسي رايبوز يعني سكر خماسي منذوق الأكسوجين رايبو نيوكليك أسد أيضا هو سكر الريبوز اللي تم استخدامه ولكن هذا غير منذوق الأكسوجين The basic groups are selected from the four nitrogen containing compounds القواعد النيتروجينية هي الارض يعنيين والقوانين والصيامين والسيتوسين رموزهم A, G, T, C هذه موجودة في ترتبط هذا القواعد النيتروجينية في السكر الخماسي و موجود يورسيل وأيضا مجموعة إذن حكنا قواعد نيتروجينية أربع قواعد نيتروجينية وفي عنا سكر خماسي وعنا أيضا مجموعة الفوسفات فوسفورico acid groups are also an essential part of structures of DNA and RNA The units are joined up to form very long twisted spiraling chains forming inter-twinning helix like structure DNA's double helix طبعا هادي المركبات السكر الخماسي ومجموعة الفوسفات والقواعد النيتروجينية بتتكون مع بعض وبتعطيني long chain سلسلة طويلة من الحمض الاميني اللي عامل شكل spiral حلزوني ومحكم مرتبطات بشكل كتير كبير بتسميه شكل inter twinning helix like structures والDNA two الرNA واحد سلسلة واحدة بينما double helix يعني تنين سلسلتين هاي عندي DNA شايفين كيف هاي double helix وهاي ارتباط القواعد النيتروجينية طبعا هاي كل واحدة لها رسمتها القواعد النيتروجينية معلومة احنا مش مهم انكم تعرفوهم المهم انكم تعرفوها يعانا double helix قواعد النيتروجينية في الDNA بترتبط مع بعض بروابط هاي دروجينية اشتركوا في القواعد النيتروجينة بحكينا انو في علماء اتنين قاموا باكتشاف هذا الاكتشاف اكتشفوا فيه بروتين سموا ماصطر بروتين هذا البروتين الودوري كبير في نمو الخلايا الدم الجديدة وايضا في تحديد مستوى الاكتشفوا في خلايا الدم الحمراء هذا المصطر بروتين حكوا انه هذا اساسي في تقليل الاصابة بالكانسر والاورام وايضا بيساعد على عملية الشفاء بعد حدوث الجلطات في القلب اذا هيك بنكون انهينا الوحدة الخامسة التي كانت بعنوان organic compounds containing nitrogen وهي البروتينات والamino acids حكينا فيها في هذه المحاضرة عن الميتابوليزم للبروتين منذ دخولها من السم حتى تاكوين بروتينات جديدة تلزم في خلايا الجسم وتاكوين الهرمونات والانزيمات وحكينا انه الفائد منها بتم خروجه على شكل يوريا عبر اليورين حكينا بعد هيك في عن عن النيوكليك اسيد حكينا انه النيوكليك اسيد دي ان اي والار ان اي يعتبر الشيفرة بيحتوى على الشيفرة اللي لازمة في تكوين البروتينات وانها بتحتوي على ثلاث عناصر اساسية او ثلاث مرتباطات او ثلاث مركبات تحتوي او هي عبارة عن ثلاث مجموعات سكر خماسي ومجموعة فوسفيت وقواعد نيتروجينية حكينا الفرق ما بينهم انه الدي ان اي بيحتوي على سكر خماسي ديوكسي ريبوز اه شجر والقواعد النيتروجينية اه اردنين وقوانين سيتوسين وسيامين اه بينما الار ان اي بيحتوي على سكر خماسي الريبوز وبيحتوي على القواعد النيتروجينية ادنين يوراسيل جوانين سيتوسين بعد هيك ان هنا الحديث عن الماصر البروتين وهو عبارة عن البروتين تم اكتشافه حديثا واللي له دور في تكوين خلايا دم جديدة وتحديد او التحكم في مستوى الاكسوجين في خلايا دم الحمراء واهميته انه ايضا بيساعد كل ما كان هذا البروتين موجود كل ما قلل نسبة حصول اورام كل ما قلل نسبة حصول قانصر كل ما كان نسبة الشفاء من جلطات في القلب اكتر هيك بنكون ان هنا اللقاء او ان هنا الوحدة الخامسة وشكرا كتير لالكم يعطيكم الف عافية